ما زالت تصحيحات الرئيس الفرنسي ماكرون هي الأهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العشر أيام الماضية على إسر رسومات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم ومقتل المدرس الفرنسي على يد أحد أبناء الجالية الشيشانية في فرنسا لكن دعوات تم إطلاقها في العالم خلال الأيام الماضية لمقاطعة البضايا الفرنسية هاشتاج قاطع البضايا الفرنسية أو مقاطعة البضايا الفرنسية تصدر الترند العالمي بعد التغريدات تجاوزت مليون و13 ألف تغريدة باللغات الثلاثة العربية والإنجليزية والفرنسية والمقاطعة والمطالبات بهذه المقاطعة ما زالت حتى هذه اللحظة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جوار هاشتاج إلا رسول الله وإلا رسول الله يا فرنسا وإلا رسول الله يا ماكرون عشان يبقى التغريد على هذه الوسوم مجمعة تجاوز 4 مليون و300 ألف الجديد بالذكر أن البضايا الفرنسية للعالم الإسلامي والعالم العربي تجاوزت 108 مليار دولار تجارة فرنسا مع الدول الإسلامية والسؤال هل تستطيع الدول الإسلامية هل يستطيع ما يزيد عن مليون ومليار ونصف مسلم في العالم أن يجعل فرنسا تعود وتخضع وتعتذر هذه قائمة بيتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة لبعض المنتجات الفرنسية منها على سبيل المثال منتجات غذائية زي لفاش كري ودانون وأكتيفيا وكيري وبريزدو وبعضها أيضا منتجات تكملية وتعليمية زي ألم بيك وميشلان ورينو وجارني والكثير من البرندات والمركات العالمية الفرنسية التي يتم المنادى بمقاطعتها خلال الساعات الماضية منها على سبيل المثال أيضا كارفور المحل العالمي والمركة العالمية التجارية هذه الصور بيتم تدولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض المحلات في بعض الدول العربية وضعت تيكت على المنتجات الفرنسية مكتوب منتج فرنسي حتى يستطيع الزبون أو المستهلك التعرف على هذه المنتجات ومقاطعتها كما حدث في الكثير من البلدان العربية الجدير بالذكر أن الكويت كانت صاحبة السابق في هذه المقاطعة هذا أيضا فيديو بيتم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي من كارفور الدوحة أو كارفور في قطر ويظهر في الفيديو خلو هذا المتجر أو هذه المحلات من الباعة والمشترين تماما بعد نجاح حملة المقاطعة في قطر بعد هذه الدعوات للمقاطعة وبعد هذه النداءات وهذه الحملة العالمية لمقاطعة المنتجات الفرنسية أيضا بعض من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بدأوا يقترحوا كيف تستطيع التعرف على المنتج الفرنسي المنتج الفرنسي دائما البركود بتاعه يبدأ بالرقم 300 حتى 379 أكبر كده حسان الصورة للمشاهدين أرقام البركود بالمنتجات الفرنسية تبدأ من الرقم 300 حتى الرقم 379 أي منتج يبدأ بهذه الأرقام هو منتج فرنسي بهذه الطريقة 316 حتى 379 أما الرقم الفرنسي بعد هذه الحملة ما تسبب في خسائر فادحة للكثير من المركات والكثير من العلامات والشركات التجارية هذه الصورة توضح الأسهم وتوضح الخسائر التي منيت بها بعض الشركات الفرنسية زي توتل وأورنج وديور ورينو بهذه الطريقة والأسهم كلها حمراء يعني في تناقص وفي خسارة دائمة خلال الأيام الماضية أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واللي غرد للمرة الأولى باللغة العربية تغريدة البعض رآها أنها تحدي ورآها خطاب استعلاء على الأمة العربية والإسلامية قال ماكرون على حسابه الخاص لا شيء يجعلنا نتراجع أبدا نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام لنقبل أبدا خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية هذا كلام ماكرون اللي أتل أصحاب السطرات الصفراء العام الماضي هذا أيضا كلام ماكرون اللي بينهب خيرات أفريقيا واللي ساعد على نشر هذه الرسومات المسيئة واللي بيدافع عن هذه الرسومات المسيئة أما الخارجية الفرنسية فجاء الرد كما جاء على لسان ماكرون بل زاد تهديد لبعض الدول الإسلامية الخارجية الفرنسية قالت تشوه الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية المواقف التي تدافع عنها فرنسا من أجل حرية الضمير وحرية التعبير وحرية الدين ورفض الحظ على الكراهية الخارجية الفرنسية أيضا في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك وعلى تويتر وصف هذه الدعوات بأنها من قلة متطرفة وصف هذه الدعوات أنها تخرج عن قلة متطرفة في العالم الإسلامي أما في مصر البعض على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء دشنوا هذه الصفحة وهذا المنصة بعنوان اشتري منه اشتري منه هذه الصفحة تعرض الشركات وتعرض أيضا المتاجر والمحلات اللي بتقاطع المنتجات الفرنسية وإحنا أيضا بنروج لهذه المنصة أي حد بيقاطع هذه المنتجات أي حد قرر يرفع المنتجات الفرنسية من محله من شركته من مصنعه يبعت لهذه المنصة وهتعمله إعلان مجاني بتعرف المصريين على الأماكن اللي بتقاطع هذه المنتجات والمشتركة في حملة مقاطعة فرنسا هذا الحساب لمرش السياحي موجود في باريس بيقول لنا ماذا حدث لفرنسا بعد هذه الدعوة بيقول أن مقيم بفرنسا والمقاطعة أثارت فيهم جدا وهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الرأس ماليون لا يريدون خسائر وليس لهم ولا لدين ولا لوطن ولا رئيس هموهم الشاغل أعمالهم وتجريطهم أربحهم بل لو استمرت المقاطعة لانقلبوا على رئيسهم وأرغموه على الاستجابة لمطالب المسلمين إذن هذه الحملة اللي قلل منها البعض وضعف نتجتها البعض الآن بدأت تؤتي ثمارها لدرجة أن ماكرون طلع يكلم الخارجية الفرنسية طلعت أيضا تطالب العالم بوقف هذه المقاطعة وتصف المقاطعين بأنهم خارجين عن القانون وأنهم متطرفين أما الوضع في السعودية وبعض الدول الموالية للسعودية أتحدث بطبيعة الحال عن محمد بن سلمان وحزبه حدث عن بن زايد وعبد الفتاح سيزي فكان ليهم رأي آخر تماما في الوقت اللي العالم كله بيطالب بمقاطعة المنتجات الفرنسية ما زالت حملة في المملكة العربية السعودية تطالب بمقاطعة المنتجات التركية أما في مصر فخرج خالد الجندي شيخ السلطة والمزيع في بعض القنوات المصرية عشان يصف هذه المقاطعة بالتهريج البلاش هجايس وفتيشوا عن تركيا ده كلام خالد الجندي اللي هاجم دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية القنوات المصرية والقنوات السعودية والقنوات الإماراتية هجمت هذه الدعوات بل والبعض منها تضامن مع فرنسا وتضامن مع ماكرون ضد المسلمين وتماشيا واستجابة وتعاطفا مع ما يحدث في فرنسا من هجوم على الإسلام والمسلمين خالد صلاح رئيس تحريري اليوم السابع كتبوا قال أردوغان يتاجر باسم الرسول صلى الله عليه وسلم لإشعال الكراهية الدينية في العالم لمجرد أن الرئيس أردوغان انتقد تصريحات إيمانويل ماكرون أما هذا الرد فجاء من الرياض وتأكد لدى بعض المصادر أن الرياض أكدت على عدم مقاطعة المنتجات الفرنسية بل ومصادر سعودية محلية تؤكد اعتقال صاحب مدجر في العاصمة الرياض لمشاركته في حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التي انطلقت بعد نشر رسوم مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه هي وزارة الأوآف في ليبيا الموالية لحفطر أخرجت أيضا بيان أمس تستنكر هذه المقاطعة وتقول أن مقاطعة المنتجات الفرنسية لا تتبع نهج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أما القناة المصرية أون تي في أون تي في فكتبت وقالت أن بالكريم أغلى وأرقى من تريند يستهدف التشويش على دعوات مقاطعة المنتجات التركية بعض الشخصيات السعودية والإماراتية أيضا انتقدوا هذه الدعوات منهم عبدالخالي عبدالله مستشار ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد والذي كتبوا قال المعادلة بسيطة وواضحة عندما يهاجم أردوغان ماكرون فاعلم أن ماكرون على حق بهذه الطريقة دافع بعض من المولين وبعض المعادين للشعوب العربية والإسلامية عن ماكرون فيما ما زال حتى هذه اللحظة دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمقاطعة المنتجات الفرنسية ومطالبة فرنسا والرئيس الفرنسي ماكرون بالاعتذار أما عن حرية التعبير عن الرأي التي وصفها ماكرون فلكم هذا المثال خالد مولاي إدريس مصمم كاريكاتير ورسام كاريكاتير مروتاني يعمل في العاصمة أو يعمل في الصفارة الفرنسية في مروتانيا نشر هذا الكاريكاتير أو هذه الرسمة على سبيل حرية التعبير عن الرأي فكان رد فرنسا والصفارة الفرنسية إقالاته من العمل بحجة الإساءة إلى رموز الدولة الفرنسية